بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعل سائل يتساءل ما علاقة ما يحدث في غزة باتفاقية سايكس بيكو التي مضى عليها أكثر من قرن من الزمان لكن المتأمل في ظاهرتي الحصار المضروبة على غزة من جهة وعجز الشعوب العربية عن نصرتها من جهة ثانية يؤكد أن الحديث عن هذه الاتفاقية التي قسمت بلاد العرب إلى قطع متباينة يأخذ اليوم أهم معانيه لتفاصيل هذا الموضوع الهام أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية نتابع معكم ما كتابه الصحفي محمد هنيد تحت عنوان حصاد سايكس بيكو في غزة يقول هنيد تستدعي اتفاقية التقسيم ثلاثة معطيات أساسية أولها ما يسمى الدولة الوطنية وثانيها المؤسسات التابعة لها والمعبرة عنها وعلى رأسها جامعة الدول العربية وثالثها وهو المعطى الأهم فيتمثل في الثقافة الجماعية والوعي الفردي بالوطن والدولة ويكتب تحت عنوان غزة توباد وحيدة هي المرة الأولى التي تنقل فيها وسائل التواصل الاجتماعي حرب إبادة مباشرة على الشاشات وهي المرة الأولى التي تقصف فيها المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم وسط حصار خانق برا وبحرا وجوا وهي المرة الأولى التي تتحد فيها جيوش أقوى الدول من أجل قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين والأطفال لكنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها العالم العربي سلطة وشعوبا موقف المتفرج والمشارك في المذبحة يتابع هنيد سلوك الإبادة الصهيونية ليس جديدا ومشاركة القوى العسكرية الغربية ليس جديدا أيضا وكذا تآمر الأنظمة العربية لكن الفاجعة الأكبر إنما تتمثل في الصمت الشعبي المريع داخل الشارع العربي أحكم الجيش المصري قبضته على المجتمع وأغلق الحدود مع غزة بقبضة من حديد وكذا فعل الجيش الأردني مانعا الجماهير من التقدم نحو المعابر وفك الحصار عن الشعب أما بقية الشعوب فإن القلة القليلة فيها والمدركة لخطورة الصمت عن المجزرة تقف عاجزة هي الأخرى عن تحريك الجموع التي أثقلتها سنوات من تجريف الوعي ومسح الذاكرة والإلهاء لم تخرج في كل الدول العربية مظاهرة كبيرة واحدة بل شاهدنا كيف خرج الملايين في عواصم العالم الغربي نصرة لغزة وكيف سيطر الجمود والصمت على الشارع العربي لم يعد خافيا مشاركة الأنظمة العربية في المجزرة عبر الحصار من جهة وعبر الجسور البرية التي وضعت خصيصا لضمان تدفق الخضروات والغلال وكل حاجيات دولة الاحتلال عبر الإمارات والسعودية والأردن أو حتى بحرا من تركيا الإسلامية يتابع هنيد قائلا أما المؤسسات الرسمية كجامعة الدول وغيرها من نواد الاستبداد فلا تزال تلازم الصمت منذ بداية المجزرة وكأن الجريمة تحدث في قارة أخرى هذا الصمت هو السلاح الذي تحتاجه الصهيونية لمواصلة جرائمها في حق المدنيين لأنه بمثابة الضوء الأخضر للإجهاز على المقاومة يتابع محمد هنيد قائلا وعي سايكس بيكو وثقافته وهو أخضر الأسلحة التي مكنت جيش الاحتلال من غزة ومن فلسطين فإذا كان الصمت والتواطئ العربي الرسمي مبررا بالدور الوظيف للكيانات العربية فإن الشلل الشعبي عصي على التبرير كيف نفهم عجز أكثر من مئة مليون مصر وكيف نفهم احتفالات كرة القدم والدم يسيل أنهارا في غزة وكيف نفهم تبريرات أذرع الاستبداد ونخبه بأن محرقة غزة مسألة فلسطينية لا دخل لنا بها يتابع محمد هنيد هذه التساؤلات التي تجعل القلوب تموت كمدا لما يحدث لأهلنا في غزة يقول الدولة الوطنية هي في الحقيقة تكريس مؤسسات شعبي وثقافي لاتفاقيات التقسيم حيث منح المحتل البريطاني والفرنسي كل مجموعة أو عائلة حكم منطقة من المناطق العربية بناء على مصالحه ومشاريعه وفي نفس الوقت زرع الكيان المحتل في قلب المنطقة العربية فاصلا بين الخليج والشام والعراق وشمال إفريقيا شعبيا نجحت منظومات الاستبداد في تكريس فكرة الدولة الوطنية المنفصلة عن الجسد الأم وانتصرت في حربها على فكرة الوحدة أو حتى الفدرالية التي لم تنجح سياسيا بل واصل الجسد العربي طريقه نحو التحلل والتفكك في السودان واليمن والعراق وهو النجاح الذي يظهر في استيعاب الشعوب فكرة الدولة المختلفة ومبدأ الانتماء باعتباره محددا بحدود الدولة الوطنية وجواز سفرها وجنسياتها وعالمها الوطني وشعاراتها المختلفة يتابع هنيد قائلا هذا الوعي والتمثل هو الذي كرس لدى الشعوب مفهوم الوطن باعتباره كيانا سياسيا وإداريا وعسكريا منفصلا عن بقية مكونات الجسد الأم وهو الوعي الذي يظهر أثره اليوم في الصمت المخجل تجاه ما يحدث في غزة من مذابح ومجازر لا تتوقف بناء عليه يكون الحديث عن رابطة العروبة أو الإسلام خارج حدود الدولة الوطنية ضربا من الوهم لأنه لا قيمة إجرائية له فلا العملة ولا الجوازات ولا الحدود ولا الجيوش تعبر عن هذا الانتماء المشترك اليوم باستثناء اللغة والدين تقريبا لكن من جهة أخرى نجحت الدولة الوطنية بفشلها الذريع في تحقيق شروط السيادة والاستقلال في إقناع الشعوب بأن مقولة الوطنية ضرب من الوهم نحن إذن أمام فشلين أما الأول فيتمثل في فرض الدولة الوطنية نفسها ضامنا للسيادة والاستقلال وكرامة الشعب وحرياته وذلك في كل الأقطار العربية تقريبا وأما الفشل الثاني فيتمثل في وعي جزء هام من الشعوب والنخب العربية بأن الانتماء العربي يبقى قائما رغم شراسة الدولة الوطنية في فرض من والها السياسي والثقافي الحضاري عامة ما أحدثه طوفان الأقصى اليوم وقبله سوريا والعراق هو اليقين التام بأن الدولة الوطنية العربية ليست إلا محمية استعمارية بالوكالة تحكمها منظومات النهب والفساد والقمع إن العجز القاتل عن نصرة فلسطين وإيقاف حمامات الدم في سوريا والعراق مثلا يؤكد زيف المقولة الوطنية وأنها لم تكن غير تكريس سياسي لاتفاقيات التقسيم الاستعماري اليوم تقترب الدولة الوطنية من نهايتها بعد أن حولت البلاد العربية إلى أطلال من الخراب والفشل والهزيمة وهي النهاية التي ستعلن عن مخاض المنطقة الجديد المسلح بالوعي بشراسة الاستبداد وتحالفه العضوي مع المحتل وبأن شرط شروط البقاء لا يكون إلا بالتحام أجزاء الجسد الواحد أو الفناء وهنا نذكر بقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونذكر بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونذكر بأن هذه الأمة هي أمة واحدة وأن أمتكم هذه أمة واحدة فالأمة الإسلامية والتي مزقت أشلاؤها والتي لعب الأعداء بكل قسم على حدة تحتاج مرة أخرى أن تتداعى للوحدة وأن تتداعى للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبها ما يصيبها ويستمر نصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله ولكنكم غثاء كغثاء السيل نسأل الله عز وجل أن ينصر أمتنا وأن يوحد صفها في الختام متابعين العزاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة